تعالوا أقول لكم شوية حاجات حلوة فيما يخص صفقات تبادلية محتملة في الانتقالات الصيفية صفقات تبادلية محتملة في الانتقالات الصيفية خلاص كمان شهر تعالوا نشوف الصفقة الأولى من الوارد أن يعقد نادي الزمالك مع نادي فيوتشر خصوصا وأن كل نادي يحتاج بعض اللاعبين حيث يريد الزمالك الحصول على خدمات السناء عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين خصوصا وأن عمر كان مرتبط بعقد مع الزمالك كما أن مهند سبق لأو التوقيع للزمالك وقد يتم اللجوء لفكرة الصفقة التبادلية باستمرار جنش حارس الزمالك المعال لفريق فيوتشر مقابل حصول على عمر كمال ومهند لاشين الصفقة الثانية أيضا قد يكون نادي الزمالك طرفا في هذه الصفقة لكن ستكون مع فريق سموحة حيث يرغب الزمالك في ضم عبد الكبير الوادي من الفريق الساحلي وقد يتم اللجوء إلى استمرار مران حمدي مع سموحة خصوصا وأن عبد الحميد بسيوني طلب تجديد عارضه مقابل ضم الوادي الصفقة الثالثة صفقة تبادلية أخرى قد يعقدها نادي الزمالك في المركات الصيفي ستكون مع نادي الاتحاد السكندري حيث يريد الزمالك ضم المهاجم مبلولو وقد يتم استخدام محمود شبانة مدافع الزمالك المعار للنادي السكندري في الصفقة حتى يوفق مسؤولي نادي الاتحاد على انتقال مبلولو إلى ميت عقبة الصفقة الرابعة قد يكون بطر هذه الصفقة النادي الاهلي الذي يريد ضم أحمد عاطف مهاجم فيوتشر وزميله في الفريق أحمد رفعت وفي نفس الوقت هناك أكثر من لعب بالاهلي معارين لفيوتشر مثل مصطفى البدري وسعد سمير وكريم ندفد وقد يستخدم الاهلي أحدهم أو أكثر في صفقة تبادلية طيب دي الحكاية فيما يخص الصفقات التبادلية المحتملة فيش أي حاجة منها حصل ولا فيه منها خطوات هي حاجات تدور في الأفق اشتركوا في القناة